اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الشعر والادب العربي شاركنا ايضا لنا مساهمات في صالون مي اللي كان ايضا يهتم في التقافة لكن خارج حدود الابجدية العربية كان فيه تواصل ثقافي بين ناس من مختلف الجنسيات مختلف الثقافات هذا التواصل كان جدا جميل الا انه ينقصه تواصل على شريحة اكبر اغلب الحضور اللي كانوا يحضرون هذه الصالونات الادبية كانوا من المهتمين بالادب والثقافة كانوا قلة عدد الحضور لا يزيد عن عشرين شخص فكرنا انه ايش التواصل الثقافي الحضاري اللي ممكن يوصلنا الى شريحة اكبر بدنا مع الملحقية الثقافية بحراك بدون كلمات كان هذا الحراك من خلال الاعمال الفنية من خلال اول ما بدنا في الجمعية العلمية اللي كانت تتبع الملحقية السعودية بدنا في عمل معارض تشكيلية من خلال هذه المعارض تعرفنا على سعوديين مقيمين مبتعثين لهم اعمال فنية سواء تصوير فوتوغرافي سينما ناس مختصين في القط العسيري اللي كنت اول مرة اسمع عنه حقيقة في الابتعاث وغيره من الفنون اللي حملوها المبتعثين للخارج وايضا حاولوا يطوروا قدراتهم الفنية صار عندنا قاعدة بيانات فنية كبيرة تعرفنا على زملاء كثير تشرفنا في معرفتهم بعدها انتقلنا مع الملحقية الى مرحلة تنظيم المعارض اللي كانت يشتركوا فيها الطلاب او المعارض او الطلابية منها معرض الخريجين ومعرض يوم المهنة تواصلنا ايضا مع جمعيات ثقافية غير ربحية مثل سفراء رياديون نظمنا معرض وشاركنا في تقديم رؤية المملكة عشرين ثلاثين بالنسبة لي كون قطاعي صحي قدمت وزارة الصحة انا ذاك وايضا شاركنا في تنظيم المعرض في مدينة بيرمينغهم المعرض انتقل من بيرمينغهم الى ادنبرا هناك كان في تفاعل كبير من المواطنين البريطانيين اللي اول مرة يشوفون الثقافة السعودية من خلال الفن واللوحات والصور والسينما اللي عرضناها هناك بعدها تواصلت معنا هيئة العامة للسياحة طلبوا مننا المشاركة في تنظيم معرض السياحة والسفر كوننا سعوديين مقيمين ناطقين باللغة المحلية الإنجليزية نكون معاهم نساعد في إرشاد التعريف عن المملكة هناك كانت تجربة ثرية كان السؤال اللي دائما يتراود للأذهان متى تفتحون السياحة في السعودية كان فيه من الرحالة اللي يقول سافرت العالم كله اسماعوا مريجيتي السعودية متى تفتحون السياحة انا ما كان عندي إجابة بعدها عملنا في الأيام الثقافية أثناء زيارة ولي العهد إلى المملكة المتحدة تعاوننا مع ميسك وهيئة الثقافة آنذاك على معرض أيضا ثقافي الحضور كانوا عدد من المهتمين بالفن أو في الثقافة السعودية خلال هذا المعرض أيضا تعرفنا على مجموعة من الزملاء اللي قلنا ليش ما نبدأ شيء نفس الموضوع موضوع الثقافة أو القوة الناعمة في المملكة المتحدة كانت فكرة بعدها شاركنا في معرض مؤتمر التسامح في الإسلام اللي كان برعاية الرابطة العالم الإسلامي قدمت المؤتمر وقتها أنا ذاك تشرفت في التقديم وأيضا في الحوار مع الموجودين اللي من كل المذاهب كل الأديان إيش تعرفون عن السعودية ما كانوا يعرفون إلا أشياء بسيطة تقدرون تتكلمون معنا تقدرون تسافرون بدون محرم كانت هذه الأسئلة اللي تتراود للأذهان دائما لكن لما احتكوا بالمجتمع السعودي بالطلاب السعوديين بالشريحة المثقفة المتعلمة اللي يمثلوا البلد خير تمثيل وجدوا أنه فعلا الناس أعداء ما يجهلون ما كانوا يعرفون عندنا إلا الظاهر أو ما كان يقدموا الإعلام وقتها كان شوي الإعلام ضاغط علينا شوي في السعودية وقتها تواصلت مع الزملاء اللي تعرفنا عليهم خلال الابتعاد قلنا لهم اشرايكم نعمل منصة المنصة هذه متنقلة تكون مهتمة فقط في الثقافة السعودية يديرها سعوديون وغير ذلك أنها تكون يعني تمثل الفنانين السعوديين في كذا منطقة واتفقنا أننا نبدأ شيء اسمه سمنا أو لنقل في البداية ساودي سيجنيتشرز أو تواقيع سعودية تواقيع سعودية هي عبارة أو الاسم بدأ من كل شخص يحمل توقيع توقيع لوحة توقيع بنهاية فيلم سينمائي أو على صورة أو لنقل هي البصمة اللي يضعها كل فنان ويمثل فيها بلده ويمثل فيها نفسه بدأنا بعمل مجموعة من المعارض المعارض هذه حققنا يمكن أكثر من 25 معارض تعاوننا مع جامعات من أكبر الجامعات البريطانية وصلنا لأكبر شريحة ممكن نتخيلها هي الطلاب طبعا كل الجامعات تحوي عدد كبير من الطلاب كثير حضروا المعارض من أعضاء هيئة التدريس من طلاب الجامعات من المهتمين بالفن شافوا المملكة بعيوننا إحنا كيف إحنا ما نشوف بلدنا كان نطباع جدا جميل حمثنا نستمر رحنا للمراكز الإسلامية أيضا هم طلبونا قالوا نبغى صور على المملكة عن الحرمين عن أي شيء ممكن أنتم تقدمونه لنا في رمضان أو في العيد وفعلا شاركنا معاهم في المركز الإسلامي في تنظيم بعض المعارض هذه المعارض كانت لنقل انطلاقة كبيرة لأسم تواقع في المملكة ووزيرات التي كانت تجينا في هذه المعارض جاءنا من المجلس اللوردات زارنا في أحد المعارض قال أنا مسلم وزرت السعودية سبع مرات لكن ما شفتوا اللي أنتم عرضتوا هذا كله أشياء جديدة رحلتي القادمة حتكون إلى نطاق أوسع في المملكة العربية السعودية وكان هذا نوع من التقدير لنا حقيقة بعدها جاتنا تكريمات كثيرة من الملحقية من الجامعات من المؤسسات الحكومية من حتى الزملاء كان الثناء كبير وكان الانطباع جدا جميل لكن توج هذا التكريم فوزنا في جائزة الاعتدال كأفضل مبادرة طوعية خدمة المملكة في الخارج أنا ذاك وفصل آخر يعني بعد ما خلصنا فوزنا في جائزة الاعتدال وقلنا هل نوقف أو نستمر وقتها أنا خلصت بعثتي رجعت للسعودية سلمت الراية للزملاء كيف نستمر العب المادي كبير الثقل الفني كبير أنك تدير مؤسسة علمية أو سوري ثقافية وتستمر كيف نضمن الاستمرار إحنا طبعا سجلنا تواقع كمنظمة غير ربحية في بريطانيا هذا يمكن يضمن على الأقل الاستدامة وكذلك يضمن الشرعية والمصداقية أعضاء تواقع كانوا من النخبة الفنانين المختصين في الفن المبتعثين في السينما المبتعثين في الفن التشكيلي لهم اختصاصهم وناس أقوية في مجالهم كل منهم كان قائد كل منهم كان يمثل تواقع في منطقته كان كنا إذا احتجنا أن نعمل معرض مثلا في ليد أو في أي مدينة أخرى الشخص نفسه يدير كل شيء يدعونا إحنا أعضاء تواقع كضيوف نحضر عنده كل منهم كان قائد كل منهم كان قامة ومختص فلما رجعت السعودية ما كنت أبدا خايفة وعارفة أنهم حيستمرون في العمل الفصل اللي غير التواقع أنه حصل أنه حصلت على زمالة في أمريكا وقتها أنا بدون فريق ووقت اللي كنت فيه أجهز للسفر أول شي طلعته اللوحات والفرش قلت لا ما حسوي اللي سويته في بريطانيا كان جهد كبير وما حأقدر أستمر فجاء لي اتصال وقتها من وكيل الوزارة لشؤون البعثات اللي قال دكتورة أنتوا سويتوا شيء رائع في بريطانيا استمري في أمريكا خذي هذه الشعلة هناك الناس ما تعرف زي بريطانيا بريطانيا قريبة من العرب قريبة من الثقافة العربية نحتاجكم هناك فعليا مو بس كنت مترددة عبء مادي عبء مسؤولية كبيرة أني أشيل وأنظم لحالي وأنا ما عندي فريق يعني أنا صح أخدم بلدي من خلال الفن لكن خدمتي من خلال العلم أيضا لها ثقلها وحبيت أني أركز فيه إلا أنه وقناعني بقوله أنه في متطوعين هناك من الأندية الطلابية حيقدرون يساعدونك وفعلا هذا اللي صار لما رحنا أمريكا عملنا معارض بعد أسبوعين من نزولي لأمريكا جال يتصال من السفارة السعودية عندنا معرض دي سي باسبورت وهو معرض تفتح فيه السفارات أبوابها لكل الزائرين يتعرفوا على ثقافات البلدان اللي تتبع لها السفارات قالوا ايش عندك أعمال أرسل لنا صور رسلت لهم الصور قالوا ترسل الأعمال لو سمحتي لنا مباشرة أرسلت لهم إياها وحضرت في الويكند المعرض كان تنظيم رائع كان انطباع جدا جميل كنت فخورة فيه جمعنا مجموعة من الأعمال واللي ساعدنا في جمع الأعمال هم مجموعة من الفنانين السعوديين اللي بعضهم ما قدر يرسل الأعمال وأشحنها الشحن لياها في أمريكا الأعمال تركتها في عهدة الملحقية بعدما رجعت بوستن لقيت كثير من اتصالات من المبتعثين نبغى الأعمال حطوني في قروب الأندية الطلابية الأندية الطلابية تتواصل معاي كنت كأني منسق فقط والملحقية ترسل لهم الأعمال عملنا أو نجحنا فيه عمل أكثر من معرض أكثر من النجاح اللي سوينا في بريطانيا من خلال متطوعين الطلاب يعني لا هم مختصين في الفن ولا كان عندي الفريق الفني المختص إلا أن الطلاب المبتعثين حبهم للوطن فخرهم أنه هذه الصور من بلدنا هذه الأعمال مننا قاموا مقامنا يعني كل منهم كان يمثل تواقع من خلال الأعمال الموجودة كل ما عملنا أننا قمنا في التنسيق فقط اللي شرفنا كثير زيارات مثل زيارة عمدة مدينة نيو كاسل المعرض نيو كاسل وأيضا عمدة مدينة سوانزي زار معرض سوانزي زارونا كثير من المسؤولين في القنصليات في السفرات من الفنانين التشكيليين الأجانب أيضا حضروا معنا المعارض كان لها أثر كبير وحقيقة أنا ما أعتبر إنجاز فردية إنجاز أشخاص مهتمين ومحبين للفن وإن شاء الله تستمر وبإذن الله نستمر ونطمح إلى الانتشار إيش تعلمت من هذه التجربة أو إيش علمني التطوع أنك ما تحتاج للكلمات التواصل المشعوب اللوحة العمل الفني يوصي الإحساس تعجز كلمات كثيرة عن التعبير عنه كنا على أهبة الاستعداد مستعدين لعرض الأعمال في أي وقت الأعمال جاهزة بطريقة منظمة بحيث إنها تعرض في أي مكان وفي أي محفل التطوع وقوده العطاء إحنا كلنا نحب الفن ونحب المملكة فكان هذا وقودنا للإستمرار رغم الظروف اللي كانت صعبة نقل الأعمال الفند الدعم كل هذه الأشياء أجمل ما يقدمه التطوع هو شيء كان فيه تنافسيات في المجال العلمي أو في المجال الفني كل من يبي يبرز بلوحاته أو يبرز بعلمه أو ثقافته لكن فعلياً كل هذه الأشياء ذابت أو لنقل كان الهاجس الأكبر والأهم هو المملكة أنا نظهر صورة المملكة في وقت كان فيه كثير من الانتقادات علينا وفعلاً اللي صار ذابت كل هذه التنافسات ولنقل إنه تموت الطموحات وتموت الإنجازات ويموت الأشخاص لكن يبقى الوطن ويبقى تراب الوطن اللي إحنا منه ونرجع له بإذن الله شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم